معنا ومعاكم فيلم الإصارة اللي ضمر صورة جون ويك وبهدل اللي عمله عشان الكلب بتاعه خرطة اللي عمله للعصابة الروسية معنا ومعاكم نوك نوك وطبعا قبل ما نبدأ ما تنساش لايكك جميل واشتراكك في القناة لو انت مش مشترك معنا عشان يوصلك كل جديد بيبدأ الفيلم مع إيفن وهو نايم في السرير مع مراته الجامدة ولاده بيطبع لهم وجايين معاهم كيكة ويهدية لإيفن عشان عيد الأب بيفتح إيفن اليدية وبيليس عم نبه مرسوم عليها أطفال وشوية رسومات وبياخد حتة من الكيكة وبيمثل إنها وحشة وبيجري وراء العيال عشان يطلعهم برا الأوضة عشان يرجع للمكنة اللي على السرير بس هي بتقوله لأ عشان هو مصف كاتفه وكمان عشان يتأخر على شغله وهي جاهزة عشان تاخد العيال للبحر في يوم الأجازة واما بيفطروا ليزا بتأكل الكلب وبتسأل ليزا ليه ما بيغدوش الكلب معهم للبحر واما بتقول لها لازم يقعد في البيت مع أبوهم وبعد شوية بياخدوا بعضهم وبيمشوا الجو بدأ يمطر بالليل وإيفن وكارم بيتكلموا مع بعض فيديو وكل واحد عمال يقول للتاني بحبك وبوس وشوية حاجات وانا وانت بقسين محدش معبرنا وهب الباب بيخبط وإيفن راح يفتح الباب وبيلاقي بنتين على الباب بس ايه جامدين فشخ واسموهم جانس وبال كانوا راحين حفلة ومش عارفين العنوان وتاهوا نسي تليفوناتهم كمان واما كييفن قال لهم تعالوا جوه نشفوا نفسوكم وهو بيقول لنفسه غرضي شريف يا باشا والله وبيدوروا على العنوان على النت دخلوا البيت وادلوا مدوم جديدة واكتشفوا انهم في المنطقة الغلط وهم بيدوروا على العنوان وبيقولوا لبعض ان ممكن سواء التاكسي غلط في الطريق وعمي ايفن الجامد الشام بيعرض عليهم ان يتصل بأوبر بس هو هيجي كمان 45 دقيقة البنتين حسوا ان الوقت عيبق كتير واحدة فيهم بتقول له لو يستخدموا السشوار عشان ينشفوا قدومه وبيعرض عليهم انه ينشف لهم التليفون المبلول فحل فيها روز وهم بينشفوا قدومه امطلع لهم ايفن لأهم في المكان اللي فيه له حال فنية بتاعت مراته وبيلعبوا في الدي جي بتاعة ايفن عشان هو كان شغال دي جي لمدة 20 سنة والبنتين بيكذبوه ومش مصدقين عمره الحقيقي اصلا لسه صغير وحليوة كده قال لهم انه متجوز وان امراته وعياله في اجازة على البحر وكان لازم يقضوا اليوم مع بعض بس عنده شوية شغلة لازم يخلصهم وهب البنتين بيعبطوا عليه عشان حاسين انه وحيد فيهم عيد الاب وقبل ما التاكسي يوصل بتطلب واحدة منهم انها تدخل الحمام والتانية تقرب منه وبتحاول تتحمرش بيه بس سواه الاوبر وصل والاتنين بيدخلوا الحمام فرح ايفن لهم وبيقولهم انه اوبر وصل بس بيلاقيهم ملط وبيقولوا له تعالى معنا يا واد هنوريك اللي عمرك ما شفته بس هو بيحاول يهرب منهم وهم معمالين يتحكوا وبيجروا وراء القط انهم وبيحصل لحصل بقى بيسحى الصبح بيلاقيهم بيعملوا فطار ووسخوا المطبخ كله ومبهدلين الدنيا وده بيضرب اي كلام في ان الستاب بتعرف تطبخ وبيقولهم يلا مشوا بس هم مش معبرينه مراته بتكلموا عشان تقولوا ان كل حاجة تمام والدنيا فل هو بيحاول يستخبى من البنتين اللي في البيت وبيقولهم يلبسوا قدومكم بقى وامشوا من البيت وطلع بره يستنياهم بس هم ما تأخروا جدا ده خلاهم بوزوا تمثيل مراته اللي كانت عاملها فبيحاولوا انه يتصل بالشرطة بس واحد منهم بتقوله انهم هيقول للشرطة انك اختصبتين عشان هم ما سنهم 15 سنة وده طين الدنيا فوق دماغي ايفن وهوب جرانو بيزوروه في البيت عشان يتطمنوا عليه بعد المطر وهوب تطلع بنته من جوه تحط ايديه على شعر ايفن قدام جارتو فجارتو تمشي وهي قرفانة منه بيمسكوا ببعض وبيتخنوا ومسكوا التليفون وكان هيبلغ الشرطة عن اقتحامل بيته بس واحدة فيهم بتيفي الخط اتفقوا انه يروحهم وبعد ما وصلهم بياخد بعض وبيرجع بيته وينظف الدنيا وبيكمل شغل ومرة واحدة بيسمع صوت كسر ازاز وهاتم اتأخر بالليل فبيطلع برا القوضة بيلاقي صوته مع مراته وولاده مكسورة وهوب بتظهر واحدة من البنات وراه وبتمسك تمساله وبتضربه على رأسه وبيغم عليه بيصحاب يلاقي نفسه على السرير ومربوط في السرير وبيلاقي واحدة فيهم بتحط مكياجه وبتلبس لبس بتاع بنته بتاع المدرسة وبترمع عليه دوم داخلية وبتضربه بالقلم وفي وسط المدعكة دي تليفونه بيرن والبنات تتخضط وبيدوره على التليفون فبيلاقي امراته بتتصل وهو وبيتحال عليه هم ما بيردوش وبيقولهم انه هيعمل لهم اي حاجة هم عايزينها ساعتها واحدة بتقعد عليه وبتعمل معها الرزيلة وبيسيب التليفون يصور كل ده ايفين بعد معاناة بيطع الحبل اللي كان متكتب فيه وبيضرب البنت يوقعها على الارض طلع برا القوضة بيلاقي البنت التانية بتاكل فمسكة من رأباتها وبيزوقها على الحيطة بس هي بتغزه في الشوكة بسدره وبدأ ينزف كتير لحد ما فقد الوع لما بيصحب اليه نفسه مربوط في كرسي ومتوصل بكهرابا وكانوا عايزين يسألوه شوية اسئلة يجاوب عليها بصراحة بنعرف من كلامهم انه مش اول حد يحصل فيه كده وانهم بيلفوا على البيوت الرجالة بيبهدلهم سوا الباب بيخبط ولوز برا وبيدخل البيت من المفتاح اللي معاه عشان ياخد لوحاته اللي جوة واحدة منهم بتمثل انها بنته اختي ايفين والتانية انها صاحبتها وبيصوروا فيديو ومن المفروض ان لوز ياخد لوح بتاعت كارين فبيتفاجئ بين التمثال مكسور وبيقولوا انهم ما كانوش هنا وممكن ايفين هو اللي عمل كده فلوز بيطلع جهاز التنفس بتاعه بيستخدمه عشان هو مصدوم اللي حصل للتمثال وهم مصممين انهم ما كانوش هنا بيسكتهم وبيحاول يكلم الشرطة فبيحاولوا يدلعوه ويعكسوه عشان ما يكلمش الشرطة بس لوز مش بيتطمن لهم وبيسألهم وبيقولهم ان ايفين ما عندوش اخوات وهوب بيسمع صوت ايفين وبيروح عشان يساعده فقبل ما يفكوا بيسمع صوت بره وبيلاقي البنات بيكسروا في التمثال وده بيسبب لي اختناء فبيلاقي البنات معهم الجهاز بتاعه وبيحاول ياخده بس بيقع على التمثال وبيموت بيتحكوا على اللي حصل وايفين وهو مربوط بيتوسل لهم انهم يتصلوا بالاسعاف عشان ينقذوا لوز بس بيقولوا ان الوقت فات وبيقولوا له انه السبب وبعدها بيلفوا لوز بجرنان وبيحطوا عليه دهان وبينشفوا بالسشوار وكأنه لحة فنية وبيبعطوا رسال من التليفون لوز لتليفون ايفين عشان يبان ان فيه مشكلة بين الاتنين وكتبوا كمان في الرسال ان ايفين هو اللي دمر التمثال وحطوا جسة لوز في عربيته ورجوا على ايفين عشان يكملوا اللعبة بتاعتهم بتتكرر نفس السؤال اللي قالته قبل كده وبيقول ايفين انه ابه زوج كويس وبيحب عيلته اكتر من اي حاجة في العالم فبتقول له لا 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 اجابة غلط يا كبير وبتقول له انه عقوبة غلط السؤال ده لانه لازم يموت وهو بيزعق فيهم وبيقولهم انه كان عايز يساعدهم لانه شافهم كويسين وعايز يعرف هم بيكسبوا ايه من اللي بيعملوا ده فقلوله انهم هيطلوا الفجر وحطوا منبه جنبه وده المنبه اللي ابنه ادوله كهداية بيطلع وره في الجنينة وبيحفروا حفرة فبيحاول ايفن انه يمسك الايباد برجله وبيحاول يرن على مراته بس البنات دخلوه جوه تاني وشافوا الايباد تحت رجله فبتاخدوا ترميه بعيد الوقت بيعد بعدها وبيروح يكسروا ببال اعمال الفنية بتاعت مراته وقصوا شعر ايفن وبيكسروا في كل حاجة في البيت الشمس بتطلع ولسه البنات بيجاهزوا خطتهم عشان ينفزوها وربطوا ايفن تاني ورموه في الجنينة ناحية الحفرة اللي عملوها وحطوا في الحفرة وبدوا يغطوا بالطراب ودولوا فرصة اخيرة انه يكلم مراته عشان يقول لها على كل حاجة عملها بس بيلايك كل تون شغاله ومحدش بيرد بيقعد يعاية وبيقول لمراته في التسجيل الصوت انها تتصل بالبوليس لكن البنت قفلت التلفون قبل ما يكمل مسكت حجر عشان تقتل ايفن بس ضربت الارض جنب دماغه وبتدحك وبيقولوا انهم خدعوه خدعوا كل رجال المتجوزة عشان ينموا معاهم وبيقولوا انهم بيدوروا على واحد يرفضوا انه ينم معاهم لكن ما فيش حد رفض وقالولوا له على عمرهم الحقيقي هو 28 و22 سنة وقبل ما يمشوا وروا الايفن فيديو هو بيمارس الفحشاء معهم على الفيسبوك ومشوا بعدها وسابوا ايفن وخدوا معهم الكلب واما ماشيين بنشوف كارن والعيار رجعين للبيت وبيلقومت بهدل ولقيت التماثيل مكسورة والصور بايزة وابنه بيقول تقريبا كده الحج كان عامل حفلة واحنا مش موجودين يا خسار عن مهزلة اللي حصلت لك يا جون ازا ما نجح لك يا ابني والله المهم نشوفكم على خير الفيلم الجاي سلام